أحبائي سيد صباحكم سباح النور ويسباح الورد بل جغط المون قد مون لنؤزول أتمنى يلقاكم هذا الأودي في وقات سعيدة أعتذر جدا على الغياب كنت أعتقد أني صار لي سبعة أو ثمان أيام غايبة ودخلت اليوتيوب اليوم وجدت صار لي أكثر من عشرين يوم غايبة أنا أعتذر كثيرا ولكن ما حسيتش كيف مر الوقت ومثل ما تعرفوني نحب نعمل نوعية جيدة يعني ما نحبش نعمل أوديو وخلاص نحب نعطي لكم دائما مواضيع جديدة تفيدكم وتهمكم وترفعهم من معنوياتكم وضاقتكم فيديك ما سجلش حسيت ما نعرفش تخلك في ثقبة أسود عندي عندي معايا في القناة مهندس أعتقد لا مهندسة فيزياء ممكن تشرح لكم مواثق بالأسود المهم سأحاول قدر مستطاع أني نوفر الوقت حتى نعمل مواضيع جديدة قررت اليوم أني أكثر الغياب فرح نتفاعل معكم وأوجيب على بعض الأسئلة اللي وجدتها على آخر أوديو وأتمنى أنكم تعذروني شكرا جزيلا لكم أنكم تذكرتوني وسألتوا عليها حتى ما نشوف هذه التعليقات الجميلة يعني التعليقات الأخيرة وتعليق كذلك تي أم لا عملت من أجلها الأوديو المرة الماضية يعني لما كلمتها بداية الأوديو قتلي أعدكي أن لا تنعلم من نطاقة الغضب فهذا شيء جميل شيء جميل يعني نبدأ به هذا الأوديو شكرا جميلا يعني شكرا جزيلا لك على إجابتك هذه الإجابات اللي احنا عملها اليوم مث ما تعرفوا عفوية من دون تحذير فأحاول أختصر السؤال واللي حبت تقرأ السؤال ترجع لآخر أوديو اللي هو التطهير الخلوي رقم الثنين الجزء الثاني يلا نبدأ أولا حبيت نشكر كل الناس اللي سألت عليها في آخر التعليقات مؤخرا آخرها كانت ظهرت الشمس منذ حوالي ساعة كتبتلي التعليق وأنا أسجل هذا الأوديو يعني عندها ساعة ملي كتبتلي التعليق وأسمى نور خمس ساعة وموسيقى ملهمة سؤال سؤالك رح نجاوب عليها أسجل هذا الأوديو ما نعرف اشتبتني هنا المهم العلاج النفسي أنا ونفسي ولا علاج أنا ونفسي ولا علاج وناوناو كذلك سألتالية وصفا آدم و إيريس وصابرين يونس و لول حبيبتي ربي يخليك والله كنت بخير فقط ما كفنش الوقت لول سمحيني أني قلقتك و سامرة نعم سامرة و دانا أشكناز شكرا دانا وين بوصواما بل دانا و داليا داليا التركي و نوال نوال بنشقرون و الزين ساجة و اغ اند مي او ام اغ اند ام سباح الورد والسلام عليكم و خديجة ادي خديجة قتل اليوتيوب بل تعلق على تعلق خديجة قطع التعلق مع اليوتيوب و سامير شكرا لك سامير و محا فلاو ايو الله طولت اليوم اكتشفت اني طولت محا اليوم اكتشفت اني طولت وهي مام العلا ولينا وحيد ومريم سليم قتليهم مريم 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 حدسها قوي قتلي قتلي اين انت يا رنوش اعتقد رسالتك على وشك الانتهاء فعلا منا عربش اشعر انني رح نقدم لكم مثالي تضحكوا شوية معي اشعر اني مثل الام اللي ربات جيل فيه بنات وولاد وكبروا خلاص معدوش بحاجتها وكبروا هاد الولاد وكبروا هاد الابنات ومعدوش بحاجتها يعني مازالوا مراهقين ولكن قادرين يتكرروا لربحهم يعني انا وثقة فيكم انا انضحك اليوم لاني كنت نقرأ في التعليقات الان وشعرت بكمية من من التعنيب الضمير حتى نكون صادقة يعني فاني انضحك حتى نحاول احاول انخفف عن نفسي هات الطاقة الابندون حسيتوا كأني تخليت عليكم جزء ابندوني اوكي فريدة شكرا حبيبتي واس اس شكرا يا ماما thank you so much ليندا حمادي شكرا جزيلا وزهرة شكرا انت المبدعة حنونا وغادا و اس بي بتي سام لا لا مش ابتي سام اس بي با باي لسان اس بي باي لسان سؤالك بعيدة عن الموضوع الفيديو اوكي دعاء محمد شكرا لك حنونا كل سنة وانت طيبة كل سنة وانت بخير عمر العابدين والله ما فهمت اسمك ها لا ادري اذا كنت بنت ولا 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 رجل ادي احدث لك نفس الموقف انا مرة حصل له هاد الموقف كنت كنت نتبع واحد وهذا طبيب اعصاب حتى اسمه اسمه مخلط جدا 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 يعني من من سابع المستحيلات تحفظ اسمه انا نعرف فقط الاسم الاول يعني اللقب بوريس واسمه العائلي ولا مرة قدت نحبه وما تسجلش في قناته يعني ما عملتش ما عملتش اشتراك بالقناة وضعت لي القناة حبيت نبكي يعني نحبه نحبه كثيرا هذا هذا الجراح هو جراح احصاب وكنت نحب كثيرا نسمع تجاربه يعني مع المخ وراح تلي قناته انت اهدت لك نفس الشي او انت اهدت لك نفس الشي قدت لي فقدت هاتي في سنة الماضية ومن ثم انا عم حاول تذكر اسم قناتك هذه الليلة استيقظت من نوم استيقظت من النوم متذكر اه اعتقد انك رجل سامحني استيقظت من النوم متذكر اسم القناة تذكرت فقط اسم الجزائر عمليها عمليك اتذكرت الجزائر وبدأت اكتبها بكل الطرق حتى وجدتك اشتقت ري صوتك وطريقة كلامك الحمد لله اني وجدتك اخيرا thank you so much ربي خليك تشتقلك العافية والصحة والهانة وراح تلبع ليا رب سارة شكرا حبيبتي واصيل حنونة شكرا ودي اليوم هو غذاء الروحي يا سلام شفتوا هني خلاص قادرا نتخلى عليكم نلتق بكم ونتخلى عليكم خلاص كلكم صرتوا بطلات شعقيلة عربي شريف فايزة فايزة ام عدنان مومن طهر بيعي جولدن ديفا ساوشا مهدي يديز عماد عادل عماد اكتب لنا تعليق تعليق جميل عماد ما نقرأ ونشوف اذا فيه نوع من الاماجينيشن لانك انت تجنح شوية بالخيال نشوف ما هو ما هي نسبة الدقة في كلامك او نسبة الصحة شكرا عماد شكرا جزيلا على اخلاصك لقناتي وحبك لمحتوايا وطريقتك كذلك في التحادل طريقتك الراقية والمهذبة في التحاور مع الناس على القناة اشكرك جزيلا سوسو بيسكرا وداليا دادا دودي داليلا دلال عفا دلال ومالك مالك مدكوخ مالك عرفتك انتي مالك مالك وميمي ام وهمم العلا وديهيا تمازيخت واسمة الغول وشكرا حبيبي شكرا لكم جدا 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 ساميرا سعيد شكرا لك وروجيو راجيو دي صال وانا كذلك افتقدتك راجيو صار لكم مدة ما مظهرتيش في سبيغتويا شكرا لك وريم سارة شكرا لك ميسون قدسي حبيبتي ساميا تيمومي او تيموني شعلا نكون ندقتها مليح تيمومي اعتقد بالقام ساميا شكرا لك حنونا ورانا حبيبي انا كذلك اشتاقلك نوت شكرا حبيبتي ونور 137 شكرا حنونا سعيد اسكواس المجاس اسكواس المجاس اسعيد تينكيو تانوميرث اذا منش نعرف نقول تانوميرث الزول مونلايت شكرا جزيلا وفي شخص كتب لي لا ادري بالاحرف اليونانية اعتقد بازار او بازعف شكرا لك يسعد اوقاتك عايشة حنونا يسعد اوقاتك سامو الزينا حنونا ام وانا الزول وتي ام انا سعيدة تي ام بكلامك ليا اتمنى انك رح تلتزمي بواعدك اه لأنه حبيت اني سلام عليكم الكل من دون استثناء محمد العراقي ولكني مضطرة اني استعمله ما عنديش حل اخر صوتك جميل thank you so much حنونا واخيرا زهرة اللوتس وليس اخيرا فيروز شكرا حبيبتي فيروز وزهرة و مامانو انانا تحياتي سيدتي شكرا شكرا وسعد بفيديوهاتك الممتازة ربي خليك the first صباحك اسعد يا غلا صباحك اسعد يا هلا يا هلا يا هلا والي الي كريمو هلو رانيا هلو علي واخيرا سام سونج سامسونج يا جماعة شركة سامسونج السلام عليكم سامسونج ليدر او ليدر او ليدر ليدر من المفرض اقبل ال ا هي كتبتها ال ا قبل ال ا واكيد عندها معنا ما نعرفش عليش عملتها هيدا thank you samsung حنونا صباحك ورد وفل وياسمين وانا فدت وعدي اتمنى ما نكونش نسيت حتى شخص واللي نسيته نبعث له بكل سلاماتي الحارة وبكل الود وجميل جدا اني يعني التعليقات عندي مفتوحة وكلها تعليقات طيبة ومعاتش عندي اي اشخاص طقتهم سلبية ويجو يسبوا يشتموا كل الناس متحبة في بعضها متفاهمين وعايشين الجو يعني هذا الجو الجميل او هذا الجو المسالم بكل الروح طيبة ويجاوبوا بعضيتهم جو تخوف سفاسي نوع يعني شي جميل جدا طيب هناك بعض الاشخاص مثل ما قطعكم هذا الاوديو عملتو حتى نفصل او حتى نقطع الغياب فارجوكم ارجوكم ارجعوا وقرأوا الاسئلة لاني ما نحبش نكون الاوديو طويل جدا فهناك بعض الاسئلة اللي رح نجاوب عليها ممكن تفيد البعض اول شخص رح نجاوب عليه اللي هي اللي اسمها انا ونفسي والعلاج اللي سألتني هل تخبر الشخص اللي هي معه انه توأم انا ما نعلمش نوع علاقتك ولكن نقول لك ما تخبرش لانه ما فيش اي مساعدة عملها لما تخبره كل العمل الروحي اللي ممكن يقوم به انسان لازم هو يشعر به يبدأ يعني نسموها بالفرنسية اللي هو انك تبدأ صفحة جديدة او تبدأ شي جديد ولكن لازم او الجهد او الاستثمار يجي من الشخص المعني مش رحيش انت تقولينو انت يا فلان تكونوا كده وكده وكده مكي ام فما تقولينوش وخليه يشتغل على نفسه اذا نشحت اموركم واذا ما نشحتش اموركم ف يعني لم يكن داخل في قطتكم القدرية انكم تلتقوا او انكم تعيشوا مع بعض او انكم تأسسوا شي مع بعض فلا تحزيني يعني ام صبرين اي صبرين اللي صبرين قلت لي انك اللي قلت لي انك حلمت بيا طيب مدام الحلم جميل ف نايس سو نايس اني نكون معاك ايضا في المحفل الحلم طيب اول سؤال سأجيب عليه هو سؤال همام العلا سؤال جميل اللي خلت همام العلا قالت سلام وحب ونور معلمتي حبيبي سؤال محيرني لما الصادق لما الصادق يراه مجتمعنا اليوم منافق والعكس صحيح وكيف نتخلص من ألم هذه المواقف وخاصة ان عرفنا مهمتنا الروحية وانطلقنا وبقوة لكن هذا الأمر ولكن هذا الأمر يكثر وليس من أناس جهال وإنما من أهل العلم والاختصاص والله بالنسبة لها الجهل لا يقاس بالعلم والاختصاص فلطانا ما عرفتنا في حياتي ناس مثقفين مهندسين وأطباء وكل أنوال اختصاصات لتحبئها ولكن كلهم جهنة أو معظمهم من الأسف الشديد وهذا ليس ازدراء يعني مش ازدراء ليهم أو تحقير ليهم لا هذه الكلمة نقصد بها كل واحد عنده طريق طريقك انت يا نور العلا يا همام العلا طريقك انت غير طريق هذا الناس فلا تهتمي لما قل لا تهتمي قلت لي انت وجدتي مهامتك الروحية ما المفروض لو وجدتي مهامتك الروحية ما يكونش عندك الوقت تماما يكون عندك فقط متسع من الوقت انك تقضي امورك الخاصة بجانبك الروحاني انت تحبي تلبيه غذائك الروحي مثل ما تسميتي او مثل ما سمت واصير و في نفس الوقت تلبي احتياجاتك المادية يعني ان لازم تشتغلي حتى تلبي احتياجاتك المادية فيش حد لا يحيصرف عليك اوكي فما يكونش عندك الوقت حتى تشتغلي بمن صنفك انك موافقة او صنفك انك لا ادري صادقة تنفو بعثيهم الى جهلنا صنفو كما يحب وانا واش دخلني صنفني مثل ما تريد كما قلت لكم في مبادئ من يرميك بجمرة هذا هو الاساس عندي اتفقنا منذ ان فتحت القناة هذه وانا نكلمكم وقولكم لما يعتني الانسان يعتني بروحه هو بنفسه هو بجسمه هو بطاقته هو فقط لانه انعكاسك انت اللي تخرجه للعالم انت شي اللي تطلعه للعالم كان عكاس عن نفسك هو اللي رح يرجع لك عن طريق اشخاص عن طريق مواقف وعن طريق قرارات انت رح تخذيها في حياتك فلذلك لا تهتمي حاولي تركز يعني الشي اللي انت تطلقينه الى الكاون حتى يرتد اليك وكي حبيبتي فيقولوا عليك كاذبة ولا يقولوا عليها منافقة ولا يقولوا عليها مهم انا انا عرف الوحي جو من فوق ام فيه شخص اخر كذلك حبيت نجاوبها يا الشخص اللي اتحدثت لقاتلي جات نجاحات متأخرة اتمنى نلقى سؤالك اه اكي الينا وحيد قاتلي اشكر اشكر ربي اللي حدتك في طريقي انت اللي خلقتي الفرصة انك توضعيني في طريقك بعد الله اكي اذا كنت ترين ان طاقة الاله هي التي كانت السبب ولكن طاقة الاله اللي وضعت هذا السبب انت اللي اعطتيها الظروف او انت اللي خلتيها اعطتيها الوعاء اللي تنزل فيه هذه الطاقة التي ترين انها طاقة الهية ذكية لو لم تجد الاناء المناسب لا يعني لا تتجانس مع الانسان فانت فانت كل ما كان عقلك اوعى كل ما كان جسمك اعلى طاقيا وكل ما كان الموقف والاشخاص اللي تلتقي بهم اعلى طاقيا مريم مريم يا مريم صح صح ولا هذا شعوري يا مريم صدقتي 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 كان هذا شعوري فعلا فريدة 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 اولاد فريدة هذا الموضوع يعني انا اصلا استطيع ان افتح موضوع مثل هذا اولاد التوائم من يثبت انو هذا الجينات اللي تناسبت او اللي خلقت او انتجت هذا الاولاد هم فعلا توائم سواء كانوا توائم شوالا او توائم روحا لانو في العادة في العادة النسبة العالية للعلاقات الموجودة في العادة هي العلاقات الكارمية او ما يسمى بتوائم روحا الكارمي في اعلى مستوياته ف يعني انا انا مش شايفة انو هذا السؤال ينفع اني نعمل عليه موضوع سامحيني بليز لانو هذا وهم تم استغلاله اه والله منعرفش حتى انا فكرت اني نمسح كل الاوديوهات اللي تكلمت فيها عن توائم الشعلة تصوري ولازلت افكر في بعض الاحيان انا اقوم بذلك لانو الكثير الكثير من الناس عملت اسقاطات خاطئة وانا ما نحبش نكون اه في هذا الموضع اني اجعله من الناس ياخذوا قرارات خاطئة او يعملوا اسقاطات خاطئة لا استطيع اني نوصف لك اكزاكلي الشعور اه اه او اللي انا نفكر فيه لانو من الماضي وانا ما عنديش هذا الرجوع الى الماضي للأسف نصلي مدة منذ ان قطعت الحبال مع الماضي وبالنسبة لي الاوديوهات اللي عملتها كانت في طاقة ماضية وعملتها استجابة للمجموعة من الاسئلة اللي البنات عنديك او السيدات وحتى السادة اللي كانوا متفعلين معايا هل هؤلاء الناس استفادوا مئة بالمئة من هذه الاوديوهات سمحوني القطرة بداي يعمل عميل عميل سودة هل هذه الناس استفادوا من هذه الاوديوهات مئة بالمئة انا لو تعطوني الضوء الاخذة تقولولي اه اخلاص استفدنا من هذه الاوديوهات وفيك تشيلها راح نمسحها كلها من القناة كلها من دون استثناء لماذا لانها انا عملتها لتأدية غرض ما تأدية غرض ما معين فان ادت هذه الفيديوهات هذا الغرض فانا نحن نمسحها ولو تعطوني الاوكي وتقولولي في تعليقات معظمكم او يعني تعطوني اشارة خضرة تقولولي نمسحها فهذا الاوديو كمت وقت لك هذا الموضوع ما نعملش عليه اوديو لانه مش هيستفادوا به الناس والبنات راح نعملوا اسقطات خاطئة وانا لا وريد ان ندخل في هذه الدوامة مرة اخرى سامحيني اوكي ما تزعفش مني فريدة ام والله كان عندي سؤال لسيدة كانت سألتني عن اي بالنسبة لك اس ب اس ب ما فيش نرجسي سايكوباتي يبعث يبعث بطاقة ايجابية عن بعد اوكي ما فيش ما فيش وعيد ما فيش نرجسي او سايكوباتي مثل ما سميته انتي ام سيكوبات يبعث مشاعر حب عن بعد يعني التخاطر اللي انتي تشعري به للأسف هو من انتاج عقلك انتي تشعرين انه حزين وانه لا يدري في حالة سيئة وانه 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 فهمتني سي هذا خلق من استرالك انتي ما فيش اي شي من جهته مش لاني نعرفه لا لانه نرجسي ما عنداش تعاضف نرجسي ما يحبش نرجسي ما يحبش يا جمعة نرجسي ما يحبش حب نفسه هو فاذا انتي في فترة من الفترات تخدمي تخدمينا تخدمي انتي كشخص كفريدة سوري انتي كاسبي تخدمينا مصالحه الشخصية حتى وان كانت جنسية او مادية او اجتماعية المصلحة اللي هو يبحث عليها عندك حتى لو كان بالجزائرية ينقلوها يجيب الوقت يعني يتسلى معاك يعد معاك شيء وقت لطيف رح يبقى معاك وحتكون يوم ان واحدة من ضحايا اما انه يحبك ما يحبكش لانه ما عنداش هذا الحب ينجي من طاقة من شاكرة معينة ما كان معين اسمه شاكرة القلب هو شاكرات والشاكرات العلوية كلها مغلوقة المنافذ الطاقة عندها مسدودة ما يقدرش يحب ما عنداش ما عنداش خزان ياخذ منه هذا العاطفة اصلا مخه مخه لو نعملوله تشريح اه وانا تحدثت عليه فيما سبق ما نعملش يذكره قلت لكم مرة كنت تحدثت على مخ الانرجيسي قلت لكم انه يستعمل مخ بدائي اسمه لسافوغي غابتليا اللي هو مخ بدائي حيواني ما عنداش تطور مخه لم يتطور العاطفة عنده ما تطورتش دونك هو يستعمل الناس يستعملهم ادوات ادوات لتلبية اناه الصغيرة فقط فكل ما تعيشينه هو حب ولكن من طرف واحد انت تغفيه ولانك تريدين استجابة الطرف الاخر فانت تتصورين هذا الموقف الذي تكلمتي عنه والله في سيدة اريد ان اجيب عليها ولكن لا يكاد اجد سؤال اه 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 مولاتي مشكلتي هي مرض السكري عن الاجداد من الام عن طريق صدمت والله مرض السكري يعني اه هو فقد ل الحقيقة لن اتحدث عنه لانك لازم لاوريد المخاطرة يعني بالحديث عنه من الجانب الطاقي لانك لازم تكملي تخذي الانسولين عندك تخذي الانسولين تاعك لانك اذا اذا خلطت ريجيمك الغذائي وما اخذتي شدواك وممكن فممكن تحصل لك تطورات خطيرة لذلك لن اتكلم ابدا عن هذا المرض من الجهة الطاقية وكيح نونا سمحيني اميرا ام ابراهيم قال لي اخبرني صديقا علوم الطاقة ما هي الا غسيل الدماء تيسلا تحدث عن علوم الطاقة منذ عشرات السنين وصاحبك للأسف الشديد ما زل ما لحقوش العين مش نديروله ما نقدره ما نديروله معنى كيش نجاوبوه لان الجاهل لا يمكنه اجابته حرية قتل عجبني طرحك وتحليلك لموضوع ضرب الابناء يا حبيبي ضرب الابناء بالنسبة لي يعني موضوع مزعج ما نحبوش ما نحبش كل ما عليه لانه ظاهرة منتشرة في الروتر العربي اوكي وجدت زمرد هي الشخصية اللي كنت حابة جاوبها زمرد قاتلي اود لو تتكلمي عن الموت النفسي وفقدان الشغف وهل له علاقة بالعمر او بالصدمات النفسية وما هو علاجه سعيت طويلة لاجي تحقيق احلامي في كل مرة اخفق رغم ذكائي وعلم الواسع وقدراتي الى انني تأخرت في كل شيء حتى دخلت مرحلة لوعي وحررت نفسي من كل العوائق ومن العلاقات السامة والكارمة توفي والدي رحمه الله وكانت صدمة قوية وفي نفس الوقت كانت فرصة لفك التعلقي بكل شيء في هذه الدنيا تخليت عن احلامي واهدافي كليا وتبلدت مشاعري بعدها بمدة تحصلت على الوظيفة التي حلمت بها والتي كنت اسعى اليها وفي نفس الشهر تعرفت على شاب كما كنت احلم تماما اعتبرته عوض عوض الله لي عن فقداني ابي المشكلة انني لم ابدي اي مشاعر للسعادة كل شيء عادي بالنسبة لي لم افرح لوظيفتي اتي سعيت اليجهة طويلا ولا بخطبتي من شاب رائع والان انا مقبل على الزواج ولا اجد لي رغبة في الفرح رغم كل المحاولات ولم استطع تفسير حالتي واخشى ان ادلم زوجي هو بحاجتي واجب ان اكون بجانبه وسعده وسعده وارعاه لا انتي مش وظيفتك تسعدينه وترعينه زمردة انتي مش وظيفتك اسعاد الناس انتي وظيفتك انك تتباد لطاقة السعادة والناس ذكرتني ذكرتني بترند الايام هذي اللي هي الصوت الشتوي ياسمين عز زمردة حبيبي نبدأ بالاول اولا ما فيش شي اسم الموت النفسي الميتنا تحت التراب او حرقة جثته ما فيش شي اسم الموت النفسي هذا الشي كمصطلح كحالة طاقية كحالة نفسية مش موجودة تماما اوكي سفر فقدان الشغف موجود فعلا ما هو سببه سببه تدني الطاقة انتي عملت لي صحبه روحية نتيجة الالم ولكن ما عملتش غدغي سمو اينارجي تيك ما عملتش تصحيح طاقي طاقتك نزلت جدا لما توفى باباك لما توفى الوالد الكريم عندك طاقتك نزلت جدا ودخلتي في حالة من الصدمة النفسية اكيد صدمة نفسية انك تفقد الأب السند والحب الأبدي الحب اللي كنتي انتي تشوفيه انه حب أبدي رغم عنه انسان فقط وتعلقتي به مثل ما كلنا متعلقين بأبائنا وعمهاتنا ولكنهم يبقوا مجرد بشر مثلنا مثلهم تبادلنا معهم طاقة الحب ولكن لكل شخص أجل وكتاب لكل شخص أيام معدودات على هذه الأرض وحين يحترقه أو تحترق طاقته أو رقمه الطاقي يروح وين يروح؟ يروح للأسترال فانتي انتي الأسترال اللي انتي صرت تجيبي منه اللي انتي صرت تتماثلي معه أو تروح تاخذي منه خزانك هو أسترال مظلم حبيبتي ذيك انتي داعون فقدتي الشغف لأنك انتي داعون انتي الآن متواجدة مع الأمواد مش متواجدة مع الأحياء داباغ انتي سميتي كلمة الموت النفسي والكلمة هذه انتي اخترعت سيها وأنا أحترمها أنها تعبر فعلا الحالة اللي انتي فيها انتي لازم لك بسرعة 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 تصحيح طاقي أولا نزم تعملي تنظيف طاقي تنظف في طاقتك بكل وسائل التنظيف اللي أعطيتها لكم وإذا في حاجة مساعدة طلبي من اللبنات يقولوا لك في القناة عندي ثانيا بعد ما تكمل تنظيفك هذا تبدأي تشتغلي على رفع طاقتك طاقتك الآن داعون ما صرتش تعملي ما يسمى بال بال مانيفستاشن أو إظهار إظهار العاطفة إظهار الفرح إظهار الحزن إظهار لا أدري لا أي شيء أي شيء نتفعله معه أي شيء عنده تفاعل عنده تردد معين يعني فيه موقف ضحكك نعطيك مثال فيه موقف نكتة ضحكك بنسبة 30% فيه نكتة واحدة أخرى ضحكك بنسبة 70% وفيه نكتة ضحكك 200% حتى تتذكرها وانت نايمة تتحكي تتذكرها بعد 7 أيام تتضحكي لماذا؟ لأنها ترددها عالي كلام هذا تردده عالي أو الطريقة اللي قالها بها الشخص ضحكت عالي وضحكاتك أنت محتاجة تعملي تصحيح طاقي أنا بسان غد غسما إينارجيتك لازم تعملي تنفسات اللي عدتها لكم في القناة أكي؟ تعملي مثلا تنفس الناري يساعدك أنك تخرجي كل الصدمات النفسية اللي عندك اللي موجودة في جسمك سبوتات السوداء اللي سببتها صدمات العاطفيلة أشتها بحياتك أكي؟ تنفس الناري تنفس خفيف نتمه من خلاله إدخال الهواء إلى الرئتين ثم إنزاله إلى المعدة ولكن بتواتر سريع جدا 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 يؤدي إلى رفع توتر أو تردد يؤدي إلى رفع تردد الإلكترونات الطاقة أو إلكترونات لجسمك يعني أنه جسمنا مجرد آلة مثل كل الآلات اللي شايفها بحياتك فالطاقة تشتعل وترتفع ترددها في كل مرة تعملها هكذا يرتفع ترددك مكي؟ يجب أن تفرحي بأنك حققت أهدافك ببساطة حققت أهدافك لأنك تخلصت متماقلت من كل علاقاتك السامة من كل مواقفك الكارمية أو من كل إرثك الكارمية اللي حملته سوري اللي حملته من عند أوليائك فيجب أن تفرحي بما حققته أوكي؟ وتبدي تعملي التنظيف الطاقي والغدغسمن تصحح الطاقة بسرعة الغدغسمن إينارجيتيك الغدغسمن إينارجيتيك يتم من خلال الإيحاءات الإيجابية لجسمك بأنك جميلة مثلا بأنك سعيدة تعبري على السعادة بالفرح والرقص والبهجة وكل شيء والضحك تغيدي طريقة جسمك في التعامل مع المواقف موقف يفرح موقف يفرح نفرح معه موقف محزن نحزن معه ولكن لكل موقفين وقته يعني أنا مش مضطرة نبكي ثلثيام على مثلاً والدة جارتي علقتي بها سطحية نروح لها مثلاً نصف ساعة أو لعشرين دقيقة نواسيها نحزن معها ونرجع للباري نعمل تنظيف طاقي جو ديقاش نخرج كل ذيك الطاقة اللي عشتها مع جارتي نسمع حكاية سلبية في تليفون نمتصها نساعد الشخص اللي قالها لي ثم نمسحها وهكذا دواليك يعني يجب يجب أنك تخرجي من هذا المستوى الذبذب السلبي اللي أنت عليه مكي كانت هناك أسئلة كنت كنت شفتها ممكن نعمل أوديو آخر حتى نكمل أسئلة وإذا شي شخص لدي في كانت في شخص كانت ألاحة عليها في إجابة ولكن لم أجد السؤال نعتقد أن أي أي ليندا ليندا حمد قتلي جينة قتليها للمرأة اليانك est-ce qu'une femme يانك peut avoir des enfants autistes oui مابل لماذا المرأة سواء كانت يين ولا يون مش هي مش هي السبب المباشر والأول والأخير في إنتاج هذا الولد المتوحد بل تداخلت معها سلسلة جينية أخرى وهي سلسلة الأب والاثنين ها les deux ensemble on participes à la conception يعني الاثنين مع بعض هما اللي أنتجوا هذا الطفل المتوحد فسواء كانت مرأيين أو يونج أو طاقم أو حتى قمة قمة في العالم الوعي ممكن تعطينا طفل متوحد والطفل المتوحد هنا ليس مرض يعني أنا ما نعتبرش توحد مرض بل أعتبره مجرد طفرة جينية فقط أن المتوحدين لما نعملونهم سيميليشن لما يكونوا صغار في مرحلة صغيرة من العمر لو يواضب معاهم يعني مختص بالعلاج اللازم وبالتمرين اللازمة يصبحوا يعني أذكاء هم في الأصل أذكاء جدا للمتوحدين هما عندهم مشكلة فقط في التعامل مع الخارج يعني علاقتهم بالخارج هي فقط العلاقة المقطعة أو العلاقة الغير نورمل ولكن هما كأطفال هما عاديين في عالمهم لازم تعرفوا لازم تعرفوا أنهم سوري رحل لي إراء لازم تعرفوا أنه هذه الأطفال في عالمهم العادي هما طبيعيين جدا في علاقتهم بعالمنا هي العلاقة الغير طبيعية فلو توجد شخص مختص يعطي كل الوقت اللازم لأن الأمهات يتعبوا مع المتوحدين يتعبوا كثيرا فلو توجد شخص مختص ويعطي كل العناية والاهتمام بطفلك فبمجرد ما يبلغ المراهقة يعمل يحقق اندماج اجتماعي كامل فإجابتك يا بس حبيبي الهيين ممكن تنجب متوحد واليونغ كذلك ممكن توجد تنجب متوحد وحتى الطاقة العادية الأمينة على المتوازنة تحياتي لكم طولت كثيرا لا أدري كيف سأومنتج هذا الفيديو أو الأوديو مع الأوديو مش فيديو تحياتي لكم حبيبي وسلامات نؤاتكم أنا لن أغيب يعني بعد يوم ولا يومين نعمل أوديو آخر يلا سلامت تحياتي لكم